اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجهوية المجابهة الجوائح وما اتضمنته واصدرته من معطيات صحية ومقترحات واجراءات شفنا برشة حتيث على الوضع الصحي في القيروان بعض الارقام بعض الاحصائيات تم بعض الارقام الايجابية اللي ربما تفرح تقول هذه نتيجة وثمرة اعمال اعوان الصحة المتجندين ليل ونهار في كامل مواقعهم تم ايضا بعض الارقام اللي لازم نشوفولها حل بتدخلات جميع الاطراف سواء من تعزيز قدرات المستشفى والمؤسسات الاستشفائية بكامل الولايات القيروان وايضا تدخلات المجتمع المدني من غير ما ننساو انه تم مساهمة رئيسية من المواطنين دكتور محمد رويس سيادك البارح في اجتماع اللجنة الجهوية قدمت لنا بعض الارقام المتعلقة بالوضع الصحي فيما يخص التحاليل فيما يخص التقصي الميداني وفيما يخص عدد الإصابات وايضا الاحديث ربما على التجهيزات اللي مصخرة اللي فائدة خاصة نحن نحكيه على جائحة كورونا والحرب كلها يعني مجندة لها أعوان الصحة وتجهيزات الإدارة جهوية للصحة لمجابهة جائحة كورونا تقييمك للوضع وين وصلنا توا تم انفراج ربما للأزمة اللي لاحظنا وحديث انه من بعد العيد دكتورة نصف بن علي ناطقة باسم وزارة الصحة قالت انه الوضع العيش وتوا هو نتيجة بعض الاخلالات اللي صارت في أيام عيد الفطر مرحبا بك شكرا برك الله فيك قبل كل شي نرجع للجنة الشيوية لمجابهة الكوارث ونحط المسألة في طارها اللي انه مقاربة مقاوب جائحة كورونا ليش مقاربة صحي هي مقاربة شاملة تشمل جميع الأطراف وانتي كنت تقلت شي هذي جميع الأطراف المتدخلة الكل نقوله الأطراف المتدخلة النجم والنساء البعض نعتذروا منهم تبدأ من السلطة الجهوية ولا رأسها السيد الولي اللي هو يجمع جميع السلطات ويشرف على جميع السلطات في الولاية وجميع الإدارات ذاك النظرة متاعه مش تكون نظرة أفقية بالنسبة للولاية وهذاك عليش السيد الولي هو رئيس لجنة الجهوية لمجابهة الكوارث اثنين المقاربة هذه تدخل فيها كل المتداخلين وسائل العلام عندها دور ودور كبير جدا في مقاوم جيهة كورونا من خلال التوعية متاحة متاع المواطنين لأن وسائل العلام عندهم عندهم تأثير كبير جدا على الوسط وهذا لاحظوه لأنه لو نرجع ثمانيهام توا كنت صرحت في وسيلة أعلام ولا في بعض بعض وسائل العلام وقلت الوضع خطير وخطير جدا في القيروان ومن خلال تصريح هذاك وتناقلته جميع صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وهذا ملفت الانتباه إلى ولاية القيروان تشوف التدخلات صارت في على مستوى صارت في مستوى رئيس الجمهورية لدعمتنا مخبر للتحليل المتنقل اللي هو بدأت تخلي اليوم حيزا الاستغلال بمقر أخذ العينات بالمنصورة والمخبر هذية إن شاء الله الطاقة متاعه توصل 150 تحليل في اليوم والمخبر هذية إن شاء الله ولأن عنا بعض التحليل اللي وإحنا وقعت تشكي من برشة مواطنين يكونوا ثم تأخر في التحليل إن شاء الله التحليل المتبقية لمزانا ما عملنا هاشي قم بالمخبر ثم بعد نوليوه التحليل في كل يوم ويومه بالمنصب عذية حيوة المخبر للمستشفى الجامع ولا رأسه الدكتور الشعبوني المجهودة الكبيرة اللي بذلفها وصل حتى يعمل معنا في 120 تحليل الحاجة الثانية هو تدخل المؤسسة العسكرية زي ما مشكورة بعضة خبرها متاحها لدراسة الممكنية توسعة البرح لأرشدو السيد الرئيس المدير العام للمؤسسة الصحة العسكرية اللي احنا في تواصل يومي معه وهو أبد استعداد وهذا بش نطمن به بعض الناس ومش يسمعوه تم المؤسسة العسكرية والمستشفى العسكري مد ديد والجهة القيروان وهو مستعد بش يقوي عنده بعض المرضى سواء في الانعاش وسواء في الوكسجين وان شاء الله احنا من استحقوش بش نحوله لانه احنا نحبه والهدف متاعنا لرسمينه نكونوا ندويه مرضى القيروان في القيروان وما نحبوش نحولوهم الجهات الاخرى رغم اللي حولنا قبل يومين للتالي بعض المرضى لجهات مجاورة مشكورة اللي اتجاوبت معنا من هالمستشفى العسكري بسفاقس اللي هو قاعد يخوف المرضى واخذاء علينا ثلاث مرضى كيف كيف اخذاء علينا بجهات مجاورة هذا هذا الكل نرجع للمقاربة علش قلتاني تشوف التداخل منتج جميع القطعات التداخل الامنيين تداخل المجتمع المدني وانا ما يبقى الاساسي هو المواطن هذا وفا أخير هذا ورسيتك وقت اللي وجهت النداء وقلت انو وضع خطير ربما احنا كوسيلة اعلام كإذاعة الحياة فمثهمنا انه راهوا رسالة تحذير رسالة تنبيه هي ناس ردوا بالكم راوا الوضع اختير رانا في طاقة استعاب قصوى يعني بطريقة أو بمعنى آخر منحبوش ناس مرضى أخرين جينا باش ما نجدوش صعوبة في تعالوا معا كان هكا المساج هذا هو بالضبط الحاجة الثانية اللي نأكد عليها برشا احنا خدمتنا واحنا كإدارة كإدارة جهوية وكوزارة الصحة كصد الشراف واحنا كممثلين للوزارة هذية احنا ما نش دورنا باش نقولوا هاوا عنا أرقام هكا وهكا وهكا ونبعثوهم ونقولوهم عبر وسائل علام ونبعثوهم صوت الشراف ليه احنا نستبقوا لأنه احنا اكبر اكبر فشل عنا ونقولوه بوضوح اكبر فشل عنا كونو المريض يستحق المواصل الشفائية وما يلقاش احنا ما نقعدوش نستنيو ما هو بعد في الديسكوسيون وحتى مع الستاذ اني صابنا عليها مشكورة لجاءت مثل سيد وزيد ربارح قلت للوضعية في القيروان ماشي أخطر من ولاية أخرى قلت له صحيح واني ما نبقاش نستنع حتى الوضعية وليه أخطر وما نبقاش نستنع حتى منا نلقاش طول زوكسجان وحط عليه مريض نستنع حتى نشارناها النقل لنا عليكم مبارح من الاجتماع ثم مواطنين خالوا ربما يغطيوا في عين الشمس بالغربة هو الوضع خطير لكن المسؤولين ما يحبوش يقولون يعني ثم ما يتخبى وقال لهذه الحقيقة أول من قال الوضع خطير هم المسؤولين وأكثر ناس يتخذي أكلمهم هم المسؤولين وهم المسؤولين الرسمين اللي هم قاعدين يصرحوا واني ما نحبش نوصل في يوم من الأيام واليوم هدايا اللي نخدم عليه منذ نهاية 2019 وقت اللي بديت الاستراتيجية الوطنية لمقاوم جهة كورونا احنا نمنو بتواصل الدولة ونمنو بتواصل لدارة تونسية والتاريخ ما يبدأش مع المسؤول لما تواصل دولة وتواصل لدارة وناس تمشي وناس تجي وموسية الدولة قايمة وان شاء الله بتخدم وتأدي المهام بتاحها احنا منذ 2019 وقتل الجائحة ما زلت ما دخلتش لتونس كان عنا هدف ما هو الهدف لعنا قلنا رسمنا هدف باش نلقى المواطن النهار اللي توجه الموسية الصحية يلقى لأنه الحقيقة خوفنا كل الخوف يكون في يوم من الأيام يوقع تجاوز طاقتنا وخاصة الولايات المجاورة ما هيش في معزل عن تطور الوباء إذا كان اليوم الوباء تطور أسرع في القروان فيعني الجهات الأخرى راه الوباء قاعد يطور وتنجم نهار ما عادش وصلنا الحالة هذه في تونس يكون المريض ما يلقاش سرير يعني في حتى ولاية لهذا احنا في القروان السياسة الاخذيناها كونو وفره لصورة أوكسجين في الولايات واذاك عليش تعملنا المستشفيت المحلية واذاك عليش حلينا المستشفى الميداني واذاك عليش مش نرفع فتاقة المستشفى الميداني حينيا في 24 ساعة مش رفع المستشفى الميداني واذاك عليش رفعنا في سورة لنعاش اللهم في اكتوبر كانوا يزوز السر التنعاش اليوم تسعة السر التنعاش موجودين في القروان والطالبين اربع سر اضافيين واذا حققنا الربع سر اضافيين في واحدة لغالب فتأكد فيقوا وتأكدوا وكونوا مش نطلبوا السر اخرين وهذي مكاسب للجهة وانما ما نحبوش نص نهار نخرجوا في وصيلة علام كما نوصلت لكم من واقراء ونقول ورانا تقتنا وقفت لانه من نجموش من نجموش بدون اقبال على تلقيه بدون احترام شروط صحية وبدون التباعد اجتماعي ما نجموش اذا نوصلوا مستوى واحد ايجابي يوقف في السوق ويعمل نصبا وهذه صارت وبلغون عليها والدخل الامن في ذلك اذا يوصل واحد ايجابي سبعا دكتور ناختون كلامك وبعد نرجو على حكاية سرة الانعاش والارقام وخداش تمام من سرير في القروان وهل مطابق المواصفات الوطنية ولا الدولية يعني ثم اخلالات بالاجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية ثم كما قلت معناها بكوفيد ويحاوس في البلاد يعني مسؤولية المواطن بدرجة اولى لكن ثم مسؤولية ربما اخرى لازمها تدخل لتطبيق القانون لتطبيق الاجراءات احنا شفنا في البداية تم حتى المواطنين كانوا متعاونين يبلغوا على حالات الاشتباه والحالات الاسابة هوا ذا خرج من الحجر الصحي هوا ذا خالف الحجر الصحي كي انه صار تراخي دكتور ليه هو واضح تراخي تم برح حاضرين في اللجنة الجهوية ليه مجابات الكوارد وشفتوا تصريح مهم جدا انت سيد مدير اقليم الامن الوطني قالك عمناه تم تجاوب من الواطن وطوام عجل ثم تجاوب من المواطن المواطن نعذر مواطن الفترة الثالث ووضع الاقتصاد الاجتماعي وعقدة الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب بعدها تعود راهوا تعود من نمط حياة إلا كنا نروه نمط حياة عادي راهوا نقصت علينا حاجات إلا احنا رواها بسيطة ولما مهمة جدا احنا تنسى نصافحوا احنا تنسى نعرضوا بعضنا بالقبل خاصة في العياد فاتونا سمز عياد ومعايد ناشا احنا تنسى نرتدوا برش المقاهي احنا تنسى نمشيوا للمساجد نصليوا احنا تنسى كير راهوا زحمة نمشيوا نشوفوا الثمة باش نشوفوا شوية الحكاية ذاك وقت لا جي الانسان من يوم الغدوة تقولوا ما عادش تصافحوا وما عادش تقبلوا احنا تنسى كمامة والكمامة ارتدال كمامة راهوا مقلق شوية زاد كده كمامة يعملوا شوية تم ناسا لها وصرتوا ناسا لعنهم شوية ذاك تنفس بطبيعته والمدخنين والكبار سن الكمامة تقسلوا من الاكسجين ذاك تعملوا شوية وجيعة في راسه هذا الكل خل المواطن في نهاية الامر لنسبة الاقبال متاعوا على كانت حاجة جديدة من الول الناس خافت ترعبت استجابة طول عبادنا نقص الاستجابة واحنا يجبنا نتفعلوا مع نقص الاستجابة هذا يوانما احنا ذاك عليش نقولوا ونعاودوا نقولوا ونبينوا كأن الكورونا ما وفاتش يودي ازمة وتتعدى ونتعاوديوها مبعثنا وان شاء الله نجاوزها والحقيقة هرا هو اللي يعرف المرض بالكورونا واللي عنده اللي يقدر يكون اصيب بالكورونا في عائلته وتشوف المستشفيات وتشوف الناس معناها وتشوف الخطورة بتاحها هو مرض خطير جدا مرض راهو ما زلنا ما اكتشفناش هذا هو احنا نشوفوا توا بعض المناطق يولاية القيروين الحقيقة بعض المعتمديات عائلات اكملها مصابة بالكوفيد شاء الله ربي يشفيهم ربما اصارت العدوى هل انو اللي اجراءات ما تمش تطبيقها ثمانية ستطالب اجراءات الغلق اجراءات حجر صحي ما محدود غلق بعض المعتمديات منع التنقلات هل كان بالامكان انو خلال اللجنة الجهوية اتخاذ قرارات بالغلق يعني وعزل بعض المناطق نرجو القرارات للجنة الجهوية اللي من جبهة الكوارث قرارات بتبيعة اصدره صيد الولي وانما باختراح من وزارة الصحة ومن اللجنة العلمية بتاع وزارة الصحة نبدأ بالاجراءات الصحية اللي اتفقنا عليها مع الدكتورة نصاف من عليها لكونوا اولا اولا بالله جون بروفيت المناسبة دي بس نعطيكم بعض الارقام عليش بتعطيكم الارقام هدية لاني بعد مش نتعدى نعلق الارقام هدية بطريقة اخرى بالنسبة او نحكيه على الاجراءات من بينها اجراءات تخص المقاهي تخص الاسواق يعني هذا مش تنجم التعاون تنقص من حالة العدوى دعيني نقول لك حاجة اني تجم شتعتني دو مينوت اتفضل هين شتعت دو مينوت هاو مش نشوفو ملا نشوفو مع سير ادوان تيمومي رئيس مصلحة باللي دارة الجهوية للصحة بالقرواين نحكيه على المستشفى الميداني ثم امكانية تعزيزه باسرة اكسجين كان تعطينا اكثر الاعدد وشنية دواعي الاضافة هذي وايضا هل المشكل في عدد الاسرة والا في الاطارات واعوان الصحة لانه نعرف المستشفى الميداني طاقة استعابه اربعين لكن مزال مبلغش الطاقة القصوى مرحبا بك سير ادوان مرحبا بك اخوية ناجح شكرا على الاستضافة تحت الفرصة بالنسبة للمستشفى الميداني احضر في وقت قياسي شهرين تقريب معناها تولينا معناها معناها كلفني سيد مدير جيهوي بالاشراف معناها عليه وتحضيره كان في ظرف معناها قياسي خاصة ان احنا الوزارة معناها وصلطة الاشراف عندها قراءة معناها استباقية لانه فهم موجه جديد وكل شيء سمحني سيد مرحبا يعني فترة قياسية بارابور ما هو لانه المستشفى الميداني المطالبة به حتى من مجتمع مدني واعمال صحة طالبوا به من بداية الموجة من 2020 ولكن لم يقع معناها اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في انشاء المستشفى الميداني اذا احنا قلتك في ظرف قياسي بارابور للتعيين المدير الجيهوي ونقلتي انا لدارة الجيهوية جينا مع بعضنا تقريب في شهرين ومعناها شهرين حضرنا المستشفى الميداني باش نكون واضح معناها صريح صوت الاشراف التابعة فيه وعندها استقراءها وعندها معناها رؤية واضحة انه مش تصير موجة ثالثة وامكانية كيما قال سيد لوزير امكانية الموجة معناها الرابعة يزموا يحضر متابعة من سيد ويل الجيهة دخلت فيه برشة اطراف مجتمع المدني باش نكون واضح معناها عاون كيما الهيلة الاحمر كيما التضامن فما بانكا منارش نقول اسمه لا عاونت معناها تتاحية لجميع الاطراف فما اتباه زيادة معناها دكتور ليوين دكتور عامل سوا وزوجت من الجيهات الكل مختلف الجيهات معناها عاونت وزارة الاشراف معناها وفرت كيف كيف الموارد البشرية اعطت عشرين فرش في مرحلة اولى وعطت الموارد البشرية من عمل التنظيف عملت حراسة اعطت ثمانية ممرضين مساعدين وثمانية وعشرة ممرضين معناها هذا في مرحلة اولى هذيه طاقة الاستيعاب متاحهم ما تنجمش تتخدم اكثر من عشرين فرش هذا وعش ذيهنه ضغط كبير وذيه من هنا بعد اذنك سيناج احنا حاب نشكر زوم على اي شكر خاص الخطر بالحق بصوصوا في المستشفى الجاية وابنجزار او في المستشفى الميداني معاناة كبيرة برشا احنا احنا زادة دورنا زادة ممكننا نضم صوتك اذا عطل حتى فاهم لصوتك والشكر اللي وجهت الحديد ترى وتحية ليه مهوش رمي ورود رأي ناس تخدم ليل ونهار ورغم الصعوبات ورغم حتى خلنا نحكيه وربما طو بعد نجيه تم اعوان صحة ما اخلصوش متعاقدين متعاقدين وما اخلصوش ورغم هذا ورغم هذا ما قصوش الخدمة وما بدتوش الخدمة وناس عندها هاجس انه موجود في اللابراتوار ولا في المستشفى الميداني ويخدم ومش خلص ورغم اللي الناس فما يكون معرس ومزال مخلص شو رغم هذا الناس منتناظل ومناس تهز في المرض دارها والصغر والعائلات ان شاء الله سيد الوزير خرج من ما ما عارش شفتها ولا للمذكرة وخرج معنها منشور عنده نهارين وطلب من جميع الاطراف المداخلة بايش يقع التسريع في خلاص الاعوان المتعاقدين هيا ايه تجديد عقود ايه تجديد عقودهم والاسراع بخلاصة معنها قريبا نحب ان معنها لطقت الاستيعاب متاعه عشرين فرش معنها حاليا وهو معنها اثنين واربعين فرش ونحب نبث معنها بشرة واني مش ناخد السبق من عنده سيد المدير جيهوي دونك الوزارة الاشراف معنها تصلت بسيد المدير جيهوي وبيش يزيد ودعمونا بعشرين فرش اخر مش تمشي الوسائل معنها وسائلنا نحنا بش نمشي نجيب المطارين المتاعنا ان شاء الله غدوة وهذي توزيدي يتحدث فيها اكثر عشرين فرش اوكسجين اوكسجين اخرى باش يقع تدعيمهم وان شاء الله زاد السلطة الاشراف معنها تزيد دعمنا شوية بالموارد البشرية حتى نتمكنوا من مواجهة هالجائحة هذي في احسن الدول هذا هو سيد دوني عشرين فرش قداش من عاون صحي وطبيب لازمو كي نحكيو على قداش من من نوبة عمل هما ثلاثة نوبات عمل والثنين ثلاثة من نوبات استخدم الصباح المعناها الصباح والعشيع وفي الليل نوي ا ونوي بي دونك بالنسبة للاعوان الموجودين تاو ما ينجمو يخدمو كان العشرين فرش يعني عشرين فرش قداش لازمو من طبيب قداش لازمو من عاون صحة بالفرش بالاسبوع بالفرش هو سيد مدير جيهوي منها يعرف المعناها مختص بتخطرات بيب اكثر مني الفرش راو يتطلب خاصة والفرش يتطلب منها وراه فرملي وطلب تكنيسيان في الرجانس ويتطلب منها متاع انعاش وبين الظفرين راو عنا طب متاع انعاش نحب نشكرهم من هنا في بلاسة المدير جيهوي رايفوما ناس بيب يخدم لك نوي سير دو انجار سير دو باش ينجم يمشي لك معناها الخدمة باش ينجم معناها ناس تعاني بالحق ان شاء الله معناها بهذه معناها مع الموقع هذا نقولهم بارك الله فيكم اللي قدمتوه الجهتكم وقدمتوه لبلادكم ومهي قروين إلا مهي رقعة من رقعتهم معلومة أخرى وكننا نحاول نفهمها سير دوين سرير اكسيجين قديش يتكلف نحكيوه على تكلفة مادية التكلفة بكرها سيمو حامد بكري أقل شي فهم في البليكيب ممتاعه وراه يمكن مئتين مئتين وخمسين مليون الفرش الاكسيجين ريع الانعاش تحكي على الانعاش فرش الانعاش الانعاش الانديزيام تقريبا في الحدود هذه يعني الاكسيجين الانديزيام مئتين وخمسين مليون شوفنا سره كله يطلع ويعبطه مع التوريز اعطتنا الوزارة الاشراف وهي مش تزيدنا ان شاء الله غدو الحي دار جاوي للصحة بشتبش يجيب 20 فرش اكسيجين من وزارة الصحة بشتدعم جهة القروين بشتعرف ان وزارة الاشراف متلا فتل القروين وتحب دعون القروين وتصلوا بسيد المدير الجيهوي ان شاء الله منها بشتزيد يعطيونا 20 فرش اخر ان شاء الله بش عشرين فرش اكسيجين التصور تستحقوا الوسائل النقل وحتى تطوع من مجتمع مدنة اكيد اكيد منها ان شاء الله يقع التنسيق مع مختلف الجهات لكي نأمنوا جيباننا لفرشات هذا هذا هو دكتور محمد الرويس سيد مدير جاوي للصحة بالقروين انت ضيفنا اليوم على الحياة فهم لكي نشوفه معاك ربما احكيت سيادك بكري على عدد اسرة الانعاش حسابين قداش من سرير انعاش مخصصين للكوفيد تسعة تسعة مخصصين الكوفيد اي خاصصين كوفيد قسم الكوفيد اللي في الجزار في خمسة وانا اربع زناهم في الكوفيد بلوس بدأوا يشتغلوا عنهم ثلاثة ايام ثم ارقام الداولة تحكي على خمسة كهوة وانو الاخر يمزالوا ناقصين اطارات طبيعية موجود طبيب موجود اعدد الكافي خلينا نجاوبوا على النقطة هدية اسبسيال ما دولا نرجعوا الساعة نرجعوا الحاجة نحطوا اطار نخدموا فيه اللي نورما اللي نحكيوا عليهم ميزنينيش نحكيوا على ضواب السلم في حالة الحرب نحن في حالة حرب على الجيحة كوروة نحن في حالة حرب حقيقية ولا يمكن ان انقود الحرب بقالية السلم كل انسان تقوى ونحكي على قطاع الصح اللي نشكرهم كل بقال الصحة ثم ناس قطاتي في مئتين في المئة ثلاثمئة في المئة موجودين ثم ناس خافت ثم ناس خافت من الكوفيد وبعدت احنا تقوى عام ونصف و احنا داخل موسط الاستشوائية مع العوانم تاعنا مع المواطنين استقبلوا في العباد الحمد لله وما زلنا ان شاء الله نوصلوا المسيرة فالجيح هذه ما ينتهي في الحرب الكبيرة على كورونا ونخرجوا به الضوابط ووقت اللي نحلوا سريرنا نحلوا سرير نعاش نحطوا لما ننجموش نهبت عليه لانه تم امكانيات متنجمش تعت عليها متنجمش تعمل اني نذكر سرير نعاش نحكيو السرير السرير وراه السرير لنعاش وراه مئتين مليون إكيب معه سرير العاش وراه مصروف عليه مليون ومليون ونصف كل يوم معدات وإكسجين واخترت حط لزاكسيسوار لزاكسيسوار غالين برشة اخترت حط المريض سوزو بتيفلو ولا رسبيراسيون ارتيفسيال تنافس استناعي ولا تنافس بألة تعطيك ستين لتر في الدقيقة يلزم اكسيسوار اكسيسوار هذك بسومه نهرت اللي جاء بنا السيد الوالي مشكور على المنسل الجيهوي تروازه بتيفلو بقى السيد اللي بتيفلو هذيه هي اخر مرحلة قبل المرور الى التنافس الميكانيكي بالآلة غزروا للطباء قالوا له سيد الوالي زيدنا الاكسيسوار غزرته الفرماسيان بيبقى متع متع الصيد لا لا هي تشري في الازاكسيسوار قالت له زيدنا لازاكسيسوار غالين سيد الوالي رأي الصيدلية تستغيط وآذن السيد الوالي بعشرين الاف دينار اضافيين على طريق المجلس الجيهوي وزاد ليز اكسيسوار قلنا نقوله سرير انعاش نقوله طبيب انعاش قلوا ريزي دا كل سرير انعاش لا مشكلة لازاكسيسوار هي تختلف الوضعيات تختلف الوضعيات ميزوزة طباكي لعنا نتوى المشكله متاعهم هي في المناوبة لانهم يشدو انهار عنا 120 طبيب مقيم احنا بين طبيب مقيم وطبيب داخلي في المستشفى الجامعي يقدموا معنا في خدمات كبيرة برشة وكانوا دايما إلى جانبنا وهم اللي يباتوا في سبيتار ومستشفى الميداني عندي 2 جوزة متعاقدين يخدموا 24 ساعة ويباتوا والله في ظروف غير طيبة وإن شاء الله معناه نحصنونهم الظروف هذه وقاعدين يبدوا في مجهودة كبيرة روالين حيى لا تباس شبان بصفة خاصة ولا تباس شبان هما دينا مكيات المستشفيات وطبيب مستشفى من برشة أقسام جامعيه الأخرى حكيوا على قسم التوليد هما طباس شبان متعنا منين جيين ليس الكوفيدرا هما طباس شبان يعملوا في الاختصاص متاحهم في أمراض النساء والتوليد في الأمراض الصدرية في قسم الغدد في الجراحة العامة في جراحة كلها المجاري البولية في الإنعاش في لابورتوار في في الكرديولوجي في الراديولوجي وما ادرك من الراديولوجي هل الطباء الشبان هذوما انخرطوا معنا وقاعدين يساهموا معنا بحساس المناوبة وقاعدين يخدموا في خدمة كبيرة يسر نحياهم بالمناسبة هذه وهما ولادنا وهما مستقبل تونس وهما ان شاء الله هما المشي ياخذوا المشعل هما المشي دويونا وعن الحقيقة كفاءات تعمل كيف واني نحياهم تحية كبيرة برشا من خلال إدعادكم دكتور الأطباء المقيمين غطاوا على النقص في عدد الأطباء خاصة الأطباء الاختصاص في القايرة وين شوف أطباء المقيمين غطاوا شوية وعطاوا أمبليس وكانت لهم تجربة كبيرة وحتى هما يخدموا في كريارهم وهذه فرصة من ذهب باش يتعلموا حاجة جديدة وبكننا تعلمنا حاجة جديدة وحتى احنا الكبار تعلمنا حاجة جديدة وقاعدين يتفعلوا معها كل يوم لأنه ميزلنا ما اكتشفناش خبايا مرض كورونا النقص موجود ونعرفوه والناس كل تعرفوه احنا نعطيكم نعطيكم مثل بسيط حلينا مناظرة الانتدابة تباها للصحة العمية حالتها وزارة الصحة 150 خطة جاءوا 48 ملف طالبي العمل جاءوا منهم 34 صح والكنتراع مع وزارة الصحة نحنا اليوم عاش عنا طباء عمين في تونس قابلين باش يخدموا في الصحة العمومية نحنا اليوم عاش عنا لطباء متاعنا عندهم عروض كبيرة من الخارج نجاح مثل طبيب ينوي مش يروح من التعاون الفني يخلص 21 ألف دي دار تشيط قلو انتي مش تختم في تونس ومش شد جارة نهار على اثنين نعطيك ألفين دي دار يعني مغريات قدام يعني عدم تقدير وأيضا حتى صعوبات يمكن نذكر مع بعضنا يا دكتور وقت اللي جاء سيد رئيس الحكومة قال يجيبوا لي طبيب انعاش ننتدبوته هل المشكلة انه كما قلت السيادة على مستوى وطني نقص الأطباء وإلا هل صحيح انه الصعوبات متاع التجهيزات وصعوبات العمل تخلي الأطباء ميجيوش يخدموا في الصحة العوامية ولا خاصة في جهة القايروان الحقيقة الحقيقة هو هذا موضوع متشعب جدا وهذا موضوع فيه يسر عوامل متداخلة وانا ما ماشا أطباء فعليا واحنا نزيدك أكثرين كالنسيطرة الكليات مش يتخرج في الأطباء تخرج فهم كثير يخرجوا ثم كثير من الأطباء توجهوا القطاع الخاص ثم كثير من الأطباء مشوا يخرجوا ومشوا يعملوا اختصاص البرة وهذا معناها عنا نقص كبير في الأطباء ونقص ليفت والنقص هذا مش منتوع احنا بدنا نتحدثوا في تونس على النقص الأطباء المختصين في المناطق الداخلية منذ سنة 1995 26 سنة رغم تأكيد سياسة الحكومة سياسة الدولة على دعم قطاع الصحة العموم ثم منحة مناة قبل الموجودة ثم الحصص المناوبة اللي يخذوا فيها الأطباء المختصين في الاختصاصات معينة 600 دينار في الحصة رغم كل هذا ميزاني نقصين ولكن سمحوني بالله أنا ما نحبش في المرحلة هذه نحكي على نقص الأطباء هذا نقص الأطباء نعرفوه ونقص العوان نعرفوه ونقص انتدابات نعرفوه والطعب نعرفوه وبكل نتابي نحبوه على حلول عاجلة للظرفية هذه نحن نقاوم الجائحة كل واحد يقدم خطوة القدية نقاوم الجائحة نحن قدرون نجينا اليوم في الموقع هذا سواء الحارسة في الباب سواء الطبيب ولا الممرض ولا مدير المستشفى ولا مدير الجهة ولا سيد وزير الصح سيد وزير الصح يشتغل لعشرين ساعة في اليوم ومدير الجهة ولا الصحة أربعة عشر خمستاشة بدون ما نحسب الطريف ونها تجي في الليل قدرون نحن جينا في الواقع هذا جينا عنا زوز طبها نعاش والناس طالبة لنعاش ويلزمنا الرقد والعبات والرفعوا فيها سيرة لنعاش وردوهم تسعة ويخدموا ليلة على اثنين وانفطوها لمرحلة هدية وتوجيهوا الأطباء وتوجيهوا الممرضين وزارة الصحة المسجود لتنجم تعملوا وعملته المستاشر الميداني أعطت ثمنتاش نعون وأعطت ستة عمال بالنسبة للأربعة سيرة تنعاش أعطت ربعتاش نعون صحة وثلاث عمال وزارة الصحة قدمت مطلب لرئيس الحكومة لألف وربعمائة انتداب إضافيين باشتدعم باهم المنظومة الصحية ننتظر إن شاء الله السماع حلينا من رئيس الحكومة وسيقع الانتدابات وزارة الصحة شرت لي كيف ما احنا العاملين في القطاع ما نجموش نحكيه برشا قداش يلزم الموجود يجب وانا تفاعله معه الموجود نتفاعله معه هذه أهلنا وهذه مالنا وهذه توانسة وعندهم علينا حق احنا الدولة التونسية والموجودين في الاستوديو القل وجاميع العاملين احنا قررتنا الدولة التونسية قررنا الشعب التونسي قرينا من ظرايب الشعب التونسي ومن الخيرات الشعب التونسي وتعمتنا كtro containers وتكوننا في مؤسسي تونس وحق المواطن علينا كونوا في وقت الأزمة حتى ويلقانا واحنا أولاد الشعب هذه ومن هو اليه. واحنا نقفوا ونحفزوا واني لحقيقة نحيي كل طباء وكل مهنية الصحة وبكلهم قاعدين يقوموا بدور وحطى لمقامش دور. فبعد ما توفى الجايحة سيشعروا كونوا هرب في وقت الماركة ويشعر شعور خاي برج. وتوتشوفوا الناس اللي قاومت الجايحة. سونا من السيل العلم. سونا تسلطة جهوية. سونا من الامن. نهارتنا. ما ما مش توفى الجايحة. واحنا موجودين ولا غير موجودين. يعني موجودين ولا غير موجودين لانه احنا مش بالضرورة تكون اني موجود. ان شاء الله طوي ايجين نهار هذية وتقام التكريمات والحفلات. هي بخلال اكبر التكريم. سمحني دكتور حكيت انتي على حق المواطن حق الشعب. يمكن هنا تقصد العدالة الصحية والعدالة بين الجهات. وقت نحكيه على جهة قيروان مازالت قسم الساميو مازال ماهوش مستقل. يقول لك المواطن عليش تقعد انا نمشي ولا مرتبط بجهة اخرى. هاو من حقي انا تكون عندي استقلالية ادارية وتكون عندك انتي واحد للانعاش المتنقلة. تتلقى منك الاوامر وتكون عندك تجهيزات. عليش نذتر ونمشي والجهات اخرى. على اقل على مبدأ العدالة والقربة. احنا احنا كلمة اللي تقول فيه نوافق عليه. يبقى الزمن توا. توا. توا نخدمه. ونفوته المرحلة هدي. من بعد موجود النقايز. انا اقول لك مشكلة القيروان. مشكلة القيروان في الاستعافة الطبي الاستعجالي. مايش مشكلة الساميو مركز النداء عنها. وهذا كان موقفي. منذ كنت شامسربيش درجاص ومنذ كنت مدرجيهوية في 2014-2015. انا حاجتي بوسائل متنقلة. انا حاجتي. حاب ندعم الصحة هنا. حاجتي بوسائل متنقلة سنفقاء. حاجتي بسمير الحاجب تخدم. الا الكونكورو متاعي هتعمل ل2019 الانتداء بعمال. ولم يرى النور الى الان. يعني سمير متاعي حاجب العيون ما زادت متخدم. سمير حاجب العيون ماهيش مفعلة. انا حاجتي بسمير في سيد عمر بو حاجلة. حاجتي بسمير في الوسلاتية. ولا في حفوز. وقت اللي يقولي عندي خمسة وستة وحدات متنقلة. القاعة المركزية في ساميو في سهلول في ساميو زلو تروع. هي اللي مش تطلب. ساميو للقروان لانها لم تعود قادرة. لم تعود قادرة على تحريك هذي السيارات. يعني طوى عندي سيارة برك. يا اخي سيارة برك. يعني مش نحط السيارة هنا ونحط لها قاعدة عمليات هنا. شو زوز سامحني دكتور. انا واحدة برك فونكسونال. الثانية اللي استعملوها عندها ضرورة. انا جوز كراها بموجودين. تحمسات الصعافة الثانية. الفرق. الفرق عندك فريق يخدم من الصعافة. واختلي ولي عندك. انا نرجع نجيب الاكزامبل باش الناس تفهمني بالجداء. السمير هي الطيارة. والساميو هو القيادة. اكل الوحدة متاع القيادة اللي قودوا بها الطايرات. واختلي ولي عندي سبعة وثمانية طائرات لنقل المرضى. يعني ولي عندي سبعة وثمانية سيارات لنقل المرضى. ووقتها مضطرة باش نعمل الريجولاسيو هناء. دوك ثم نتيج جيب اطبيعتها. احنا توا ما مطالبين بيه باش نحرصوا على تكثيف وحدة اسعاف متنقلة لمعتمدية. مرة اذكرت قسام الاستعجالي ومعتمدية محطة واحنا لازمنا قسم استعجالي. احكي على جلولة. جلولة ولا ما تمضيها اخرى. كنعمل واحدة متنقلة اكيبي وميديكاليزي خير لي من نحل الرجانسة. لانو انا حاجتي ثم حالات. انا من حبش لفوز سيكوريتي. انا نحب لفوز سيكوريتي. انا نحب لفوز سيكوريتي. النجاعة. انا حاجتي وقت اللي يجي الله ليقدر واحد عامل جلطة في القلب. عندي كيب على التنجم تعديله الدوائل يسرح العروق. في مكان الجلطة. موش نجيبه منهزه الاستعجالي ولا وجعه طبيب وينه? ومبعد نشوفه كالطبيب حتى يقرأ التخطيط متع القلب ومبعد يركبه في اللامبيلونس. ويلا وجعه الفرني مش يوصله مش نوصله من جزارة. خسرت المعركة. هذي حلمة دكتور تحسكيني حلمة باش نوصله معناها. لا ماش حلمة قابل للتحقق. كل شيء قابل للتحقق. انا متوفرة الارادة احنا مالورزما مالورزما تركزت الحديث في الصحة على جيه كورونا وهي فرض طليل نروحها واحنا نحكيوا عليها ليلة نهارا و لما انا بارشة ما نعمل بارشة ما نعمل وقت الله طلبت من وزارة الصحة في 2014 باش نهيئوا قاعد قصطرة كانت الناس ما يشممنا قاعد القصطرة موجودة في قروان منذ 2018 وتخدم وهي ثالث قاعد قصطرة في الجمهورية التونسية واختلى برمجنا البناء امتالية راديولوجي الناس تتحكى لنا كما اليوم اختلعنا اول عشية مش نقعد واني والسيد رجل لجنة الطبية والفريق البناءات باش نشوف المقترحات اللي جاءت من مكتب دراسات السعودي فيما يخص المستشفى السلمان ومش نعطيه المقترحات متاعنا كما اعطينا المقترحات قبل واخنا قاعدين نقدمه بالجداء في مستشفى السلمان في الدراسات الناس تقول مستشفى السلمان مش يحاولوه مستشفى السلمان مش مش يصير مستشفى سلمان هو واقع مستشفى سلمان دراساته قاعدة تقدم نأمله إن شاء الله نأمله وكونوا في نوفمبر تخرج لبالدوفر انترنسونال ونشوفه في 2020 بداية أشغال مستشفى سلمان اللي هو نعتبروه احنا حق حق مستشفى مش حلم ثم فرق في الكلمات هو حق لهذه الجهة هذه الجهة التي تشكوا من عديد النقايص ونحن نقرر ذلك علش تعبنا احنا في جايحة كورونا علش تعبنا في جايحة كورونا خاطر البنية التحتية ضعيفة علش تعبنا في جايحة كورونا خاطر وقتلاجات كورونا عندك سفر سرير العاش وصفر تبيب العاش في القروة سفر وقتلها يخرج في ولايات مجاورة عنده 12 ويزيد 12 أخرين يولي 24 اللي عنده 12 ينزم يزيد 12 لأنه عنده البروفيسور وعنده الريزيدان وعنده رجال أعمال لتمول دو مليار تحطوا في أموة في أحد المستشفات الجامعية في الشهر تحطوا ولا تباها موجودة والجامعة قريبة ولا تباها المقيمين موجودين وما محطة عدد لا تباها تباها متانا عنا زوز طبيبات يشتغلوا في الكوفيد بلوس والله ينحيان بالفرصة هذه ما غير ما انتكرهم بالاسم منذ بدات الجايحة يختموا في الكوفيد بلوس كل يوم مسباح للعشية هما في الكوفيد بلوس وتاليفونهم يروحوا له قطاع والقيدام حتى نهار العيد طبيبات شاب بيت صغار يخدموا مرضوهما ومرضوهما 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 كلمتني منهم طبيب قطلة زيد جمعة قالتي ليه يعني طوى عمثل عشرة يمتين مش نرجع نخدم والله يتعب عما مش نرجع نخدم تم ناس تخدم راه تم ناس تقوم موجود كبير تم ناس قاعد تعطي في الاضافة احنا اليوم زمن اليوم واقع اليوم اليوم طوى علش قطعت الحوار يعني خرجت كلمني سيد موديل العامل هيك الصحية قليش نحوالك نحوال القروان الصباح كلمني سيد موديل العامل الصحة ماذا نحوال القروان سامحا دكتوري قولوا انه المسؤولين في جهة القروان ما يعطيوش الصورة الحقيقية والنقايص الحقيقية قولوا مثلا احنا عنا سيارة اسعاف واعدت بها الوزارة ورغم هما ربما مع مستوجه ما يطالبوش تخرج ساعات في التصريحات حتى على مستوى مركزي يقولك الجهات اللي طلبت ولا قدمت ملف اعطيناها هل صحيح انه المسؤولين في جهة القروان هما مش محارسين وما يطلبوش وما يضغطوش على الوزارة مسؤولين في جهة القروان على رأسهم سيد ولي الجهة يفعلون اكثر يفعلون وثم الفعل واضح الفعل واضح اكتوبر 2020 مستشفى الميداني حلم كان في قاعد عزيز الميلاد وتوقف ووقعت الترابات وتوقف والناس ما كانتش متصورة للحظة كون المستشفى هذي مش يتحلوا في بالهم بنا قاعدين كان ثم تفهمت انه ثم تردد ثم ترددوا لا واحنا قاعدين ما طلوا كهوة وما ثم ماجه مستشفى الميداني مستشفى الميداني حقيقة في 35 مريض في هذه اللحظة في 35 مريض ياخدوا في الأكسجين طو كان يضعيف قروانا 2016 خرجت من مرنمج الصح عزيزة بسبب او لاخر وشكون يتحمل مسؤولية خروج قروانا اللي هي الولاي لفا اكتر عدد فقر واكتر عدد أمية واكتر منات قريفية عليش خرجت من الصح عزيزة هذي يلتوم الصحفيين وعندكم الصحفة الاستقصائية وبرا شوفوا أوليات القارة وانا عليش خرج من الصح عزيزة أنا ما نعرفش لكن نعرفه انه على قل سيارات الإصعاف ما زلت مطايشة في البرت خرج من الصح عزيزة صح عزيزة في سيارات الإصعاف وطلقت الجهات سيارات الإصعاف طيب صح عزيزة سيارات الإصعاف كجت فيهم ثمين بارتي تابع لصح عزيزة توزعت ثم دوزين بارتي لتشرات عالفون دي زويد دي زويد طوى فهاء اشكالية في مستوى الديوانة والسيد العيش الزمان مشكور لقام بزيارة القيروان ولا هو رئيس اللجنة الصحية في البرلمان وعنده وساعة اطلاع في الواقع هو لعلمنا قال لعنى اشكال في الديوانة ان شاء الله اشكال هذي يتحلق خلال هذا الاسبوع ويخرج لسيارات الاسعاف والقيروان تاخد نصيبها بسيارات الاسعاف واكثر من نصيبها شوية واللفتة متعتوى قداش نجم يكون مساعدة الاسعاف توصل القيروان بين ثمانية وعشرة سيارات الاسعاف مش يدخلوا الولاية القيروان وقتل تخرج سيارات هذية من الديوان ان شاء الله في القريب العاجل نحن نحن المسؤولين في الولاية القيروان مسؤول المسؤول وانتي قريب مننا برشا وتعرف نعرف بعضنا عنا سنين خل المسؤول ميحبش يخدم فيها رحية خل المسؤول ماذا به راو عنده لطباء عليش كون يرضى وعنده سارة لنعاشوا والاستعجيلين تمتعوا كبار والمرضى تفدوا جيوا يدويوا يروحوا وراهوا قاعد في بيروه يعني سيدي ندخل بيروه ستم طالع شي غير قادر باش ندخل بيروه اليوم اليوم نمشي المركز تلقيح من المركز تلقيح نجيبش نمشي لبيرو عندي برشا خدمة باش نخدمها وفاجأوا بكريس في مستوى المستشفى الجامعي وفاجأوا برئيس تخليط الأزمة بالمستشفى الجامعي في حالة انهيار لطباء تستغيث هاو فيديو خرج هاو احنا نخدم ونخدم ونخدم ونخدمو هذية الولاية هذية هاو باش تكافينا نتنقل المستشفى نعم تاتة ساعات في المستشفى لجيري لكريس احنا قلنا نجير لكريس نجير لكونفلي احنا سايدوا موبيليزي دموتيفي حاولوا باش نحافظوا ونحركوا مهني الصحة الكل اه نعطيك اني حاجة وحنا نسجل في البرنامج هذية تم حاجة لحظة ولا ملاحظتش البرتابل لم ينقطع لم ينقطع منذ بداية البرنامج وبكل التليفونة مهمة ويلزمني نرجع لها نحنا نطالبه بالله في ال رأي الوظايا خطيرة في القروة هذا من خلال كنتي خلنا نحكيه حقيقة الصور نعرفه سي رويس انه ثم دخلنا احنا ربما دوامة وإلا دائرة من التأثير السلبي منتع الاصابات عدد الاصابات شوفوا الناس مطايشة شوفوا الناس توفات كل الصور اللي خرجت على اساس انه هذي الجلزار وشوفوا الناس مطايشة هل هي حقيقية هل هي جديدة شنو تفسيرها يعني تصور هذيك شنية بالذب خلينا نوضحوا بعض الأشياء نحن من قلنا ان الوضع خطير قالوا ناش الوضع خطير ما كناش راقدين نحنا راقدين على ودنة وجاو قالوا ان الوضع خطير وعلمونا من براء احنا آل الدار قلنا الوضع خطير قلنا الوضع خطير باش ناش تفيق قلنا الوضع خطير باش كل المتداخلين يعرفوا قلنا الوضع خطير يا سيدي نسبة الإيجابية في القيروان 50% تعرف شو معنا نسبة الإيجابية معنا نعلم المية التحليل نرقى 50 إيجابي وأكثر 50 إيجابي هذوما ومشي مشيو مشي خالطوا نسخين ما ونعرف وإحنا بخلاف يخالطوا نسخين ما ونعرف وإحنا كونه الكورونا هذية عنا 80% تقريب هذوما يتعداو ما يعملوا حتى علامة وعنا 20% أخرين فهم 15% إيصابات خفيفة اللي مشيجيوا الموسطة للإستشفائية أو طبيعة القطعة الخاص اللي نشكرها بالمناسبة لهم قاعدين يقوموا مجهود كبير يسر في مقام الكورونا قاعدين داووا في الناس قاعدين داووا في حالات اللي ما تستوجبش الإيواء عنا 15% أخرين ما يستوجبوش الإيواء يزومهم علاج والبعض منهم يلزموا آلات تصنيع الأكسجين في الدار لكونسنتراتور الأكسجين في الدار والسبيتار قاعد يوزع في حوالي 70 كونسنتراتور قاعدين في البلاد وهذوما لو كان مش الكنسنتراتور اللي شي يعطاهونا وزارة الصحة وشي تبرعو به آل الخير سمحني بن قصيلة هنا اللي يستحق الكنسنتراتور اللي شكون يتجاهو كيفاش يحصل عليه خاطر نشوفه في الفيسبوك روحاشتي بقارورة أكسجين روحاشتي كيه احنا بنسبة لنا لكونسنتراتور عنا التبيب مسؤول لرئيس قسم المرأة الصدرية هو اللي يعطي لنديكا ساعة بتاع الكنسنتراتور وهو اللي يقول هذا ياخد الكنسنتراتور وهذا ما يخوش دونك الدكتورة دي سيد رئيس قسم الحقيقة بالمناسبة دي اليوم اليوم طبيبة دي قالي ما عادش مش ريخت والبرح اللي حقيقة لقيته في نفسيه صعيبة ومستائنه ربما من بعض المعطيات طبيبة دي دكتورة نسمع طالله دكتورة نسمع طالله مستائ مستائم رد تعب راهو المولى عز وجل رب العز يقول لان شكرتم لازيدنكم قطاع الصحة تو في حالة حرب قطاع الصحة تعب قطاع الصحة مرهق قطاع الصحة منهك قطاع الصحة مرضو فيه حوالي ألف عون إيجابي قطاع الصحة متون نلعبات الله يرحمهم قطاع الله يرحمهم ونعامهم قطاع الصحة ما هربش قطاع الصحة قاعد يختم نستخدم ليلة النهارة المؤسساتنا محلولة 24 ساعة إلى 24 ساعة نرجع للصور علش بديد تاني بالوضع الوبائي وبتوصيف الوضع الوبائي احنا عنا مؤسسة جامعية واحدة وهو مستشفى جيهوي بمواصفات جامعي ومشكل كريف شا عملا عليها لك خدر الشخص ومشكل كريف ميزلنا ما ولينا شو بياس ومطلعش مؤسسة استشفائية عمومية كي مجيرانا رغم الله فيه رصيد هام من الاطباء وفيه رصيد هام من الأعوان وإن شاء الله مش يتلقاهو مئة حسوب لأنه الوبستاك الوحيد اللي ميزلنا باش يتحول اللي مؤسسة صحة عمومية هي الوبستاك الامتالي وهو المنظومة العالمية سواء في دوسي ميديكال سواء في الفرما في الصيدلية سواء في المغازة المنظومة العالمية إن شاء الله تتكامل وإن شاء الله نشوفو مستشفى الجامعي ابن الجزاري ولي مستشفى الجامعي بحق ولي مؤسسة الصحة العمومية مثل ومثل مؤسسة الصحية الأخرى قسم الساجالي ابن الجزاري توفد عليه الناس من معتمدية الكل توفد عليه الناس اللي جاءوا أحدهم مدينة القيروان لنحياهم نحيا أهليهم الكل توفد عليه العباد من الموجهين من طبي القطاع الخاص هادي جدا مش تلقى الناس في قاعد الانتظار وإضافة ال700 ألف ساكمة وليات القيروان ثم ألاف من المعتمدية المجاوة نحكي وعلى سويسي على ولاد الشامخ على يعني من الحود ناظور على مجيد سليان ثم الضغط كبير أحنا كنا نلقاوا في قاعد الانتظار خيط طبيعي في أقسام الاستعجالي في العالم الكل تلقى الناس في قاعد الانتظار استعجالي قاعد تشوف في 400 مريض في 24 ساعة 24 ساعة بالضغط هذية مش تلقى الدكتور للهولي لا 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 ما تماش نقصة طباء عن جوزة طباء صاحة أممية عن 4 طباء مقيمين وتشرف عليها مستاذة مبرزة معناش نقصة طباء القاعات هذك حد لإمكانية تمتاحها وقت تلت توصل وقت يوصل وقت الاستعجالي ما عدش عندهم ون يحطوا مريض لأنها تدخل لأقسام الداخلية تدخل لدارة جهوية تدخل لدارة ونحاول المرضى باش نلقاه ونحط المرضى عادي باش الناس تستنى عادي باش الناس تستنى راهوا الناس احنا هذك قدرنا وهذك دورنا ودورنا نقوم به وما نشاربين منه ولكن ولكن يهديكم ربي المواطن يقوموا بدوره ويصبر علينا كما احنا صابرين عليه احنا صبرنا على اعتداءات وصبرنا على السبب وصبرنا على الفيديو الكاذبة وصبرنا على الناس التي تشوفوا في الموسات سيدي راهوا نعطيكم حاجة احنا موسة صحية في نية العمر مجتمع احنا موسة صحية في 1500 راي موسة صحية مش تلقى فيها تجاوزات اذا ثم تجاوزات وثم اثبتات على تجاوزات فنحنا اول الناس راتصدين احنا وقتل لقينا جاتني معلومة جاتني معلومة قالوا للناس يرجعوا فاهم في الاستعجال في ابن الجزار ويقولوا لهم السبيطار تعبوا معنا ما نعملو لكم جاتني المعلومة هذي اميدياة ما خرجتزوز متفقدين طبيين مشاو للاستعجال وللسرك وكوفيد وللفوق ومشاو ثبتوا الايواء وثبتوا الموضوع هذي وثبتوا ينجم يجي واحد في الباب اخي انتك يمشي الباب مش تلقى المدير جهوي اخي انتك تمشي الباب مش تلقى شاف سرفيش درجاص ينجم هنا في الباب يقولوا احنا تعبين بالروح وثما مكتب علاقات مع المواطن يتشك يتلقى لدارة هي لقاعدة تاخو لدارة نطع المستشفى ولدارة جهوية هي مكتب العلاقات مع المواطن اذا في الوضع هذا وضع هذا صعيب وراه شوف راه نسبة الالم اللي يتقلمه الناس اللي تخدم رايي الناس اللي ما تخدمش ما يتقلمه لو كان شفت اليوم المشهد اللي عشته في مكتب السيد المدير لو كان شفت مدير المستشفى يخدم ليلة نهارا بكل ما قوت يا من قوة تحية لي سيمو حمد علي الحمدي تحية لي كي عمل مطلب الشيخ ومستشفى الجامعي بالقيروان لانه ما عمل لحد مطلب الشيخ ومستشفى اليوم ما تشلقي المدير المستشفى في وزارة الصح تحية لي سيمو حمد علي المجهود اللي يقوم به الحال اللي قيت فيها اليوم سيمو حمد علي لا يحسدوا عليها الحقيقة لانه يخدم برشة سيمو حمد علي يبدو في مجهود خرافي خلي تفوت الأزمة المسائل شراوي اللي يغلط اللي يغلط بيدافع عليه حد هذا هو طو نرجعوك دكتور بعد شوي ثم ملاحظة وخلتها سيادتك المرالفيت في حضورك الحياة تفهم قلت مش حبوا نتفرغوا للبناءات وللأشغال حابينشوفوا معا سيلة دوين معاش يكون هو سيد المسؤول على اللوم دوكسيجين اللي قلت مسؤول على الأكسيجين لوم شو مسؤول كمية الأكسيجين والتزويد متواصل سواء للعاش والمستشفى الميداني الأكسيجين موجود بالكميات اللي يحتاجها كل مريكة دي جا صرح به سي محمد بالنسبة لأن نحن في القلوين ما عنيش مشكل متاع الأكسيجين مشو مطروح وعننا ديما سيكونت بورسان ريزيرف تقريبا معنها ديما عنا متاع نهارين سكتين أنا نضايكم من خير دي ذاتكم باش تتنقلوا في أي وقت تتحبوا عليه أي وقت للمستشفى الجامع عندكم ثلاثة أماكن موجودة فهم الأكسيجين عندك نجزار فيه لستار لكسيجين عندك لغالبة وعندك المستشفى الميداني وعندك المانوماتر محطوط يقول كاشفها لستار هذي وشوف راه وشوف مشينا مرة وشوفنا قيدة ستة الف فاصل مئتين لتريد وهي طرف عشر الف معنها فاستين في المئة سينابيل ربي باركله بتاع المنتناص بتاع سبيتار الحي وهذه رجل هذو ما نوعية هذي ما عادش موجودة لأنه هذي نوعية اللي يعرف الضو ويعرف الماء ويعرف الأكسيجين وهذي قديم برشة في سبيتار رانا احنا رانا نخدموا في مؤسساتنا برامور رانا ما ناش تصدقوا لو ما تصدقوش احنا ما ناش موظفين تخدموا في دارنا ولا وسامعني دكتور ده ما شاء العدد كبير من الكفاءات اللي تذكر فيها معنى ثم ناس مجندة وثم ناس موجودة وتخدم ومالية ما وقح الخدمة موجودة ونرجع لك كما قد لك احنا مجتمع مصغر كل مجتمع مصغر مش تلقى فيه كل شي مش تلقى فيه الخداء مش تلقى فيه اللي ما يخدمش وكيتحفز انت مثلا هو الوادو باريتو الوادو 20-40 مهما تكون انت المسؤول متنجمش تحفزك 8% عندك 20% هكوم ما مش يخرجوا عليك ماذا مش كلاب مش تلقى ناس تانف التجاوزات مش تلقى ناس استغلط الوضع متاع الكورونا مش عم تجاوزات ثم ناس استغلط تستغل وضع يعني وقتل يشوفوا وقتل المسؤولين وروسال اقسام ونظار يكونوا مرهقين بالعمل عينها مستغفل شوية في الوقت هذيك تطلع فققيع وتستغل الظرف هذو متى احنا كيقرينا صغار يعني يقول اغنية الحرب هي احنا في حرب طو ثم ناس قاد تستغل ثم ناس تستغل في الفرصة هذي اخويا اللي عنده اثبات ولا صارت الواقعة نحنا مستعدين بيش نحلوا بحث اداري ولا طبي ولا صيدري على كل تجاوز يصير مهما كان نوعه والله تأكيدا لكلمك دكتور وممكن هاوت نجم انت جاوبنا عليه احنا اللي عدينا تحقيق على الديون للمستشفى التصلى بيها مواطن هو معلم قال لي احكيونا على سرقة الدوافس احنا معنىش دليل معنىش اثبات لكن حديث يتسمع يدور ربما صحيح ربما غالط لكن سيادة كنتي خلت راو قد تحدث تجاوزات وانتوما بالمرصاد لأي تجاوز يتم اثبات احنا احنا الصيدلية في الاصل صيدلية رقبية وكل شيء مسجل في الازوردينتور يمكن تصير تجاوزات يمكن تصير تجاوزات وانما اذا صار تجاوزات فهنا مش صدق عليش وجود هيك الرقبية عليش موجود التفاقديات عليش موجود المحاكم عليش موجود المراكز الشرط عليش موجود الفرق الامنية تصير تجاوزات ثم بشر ثم ناس مستقيمة وتخدم وتأدي في وجبها وهذا اغلب العموم للعملين اغلبهم وننزهم الكل ونحياهم الكل وانما مش توقع تجاوزات ملا عليش عاملين تفاقديات وليش ونعاقبو في الناس احنا كما نشكر الناس كما قاعدين نعاقبو في الناس ربما شكنت عاقب بينصور احنا كونسي ديسبلين يناقض كل جمعة وثم نستعد على كونسي وتتعاقب ونما كلام هذي مش لازم نقولوه احنا لانو هذي سلط رفاية عادي كما ناس نشكراها ونحياها وكما حيانا سي محمد علي ربي بارك له نحياو سيني معطل نحياو سدروس الأقساب نحياو مهني الصحة الكل كما حيانا طبان شبان نحياو المرضين متاعنا نحياو الشريك النقابي قاعد يعاون فينا كما نحياو الناس هذي كما الناس اللي تتجاوز ندعو من الشفاء السيد بقسم الخلفاوي ندعو بالشفاء سيد بقسم الخلفاوي لصب الكورونا المرض الثاني يبالك ميحبش هذي لا لا هو هبط وهبط وشوف ثم ناس تبدل فيه مجهود كبير نحياوه تحيا له واللي يتجاوز اللي يتجاوز يتحملو نحن لا ندافعو احنا مش مندفعش احنا كإدارة دورنا المحصن نقول له أحسنت والمسي نقول له أساء هذا هو أكيد زادة ما ندافعوش على المقاولين دكتور اللي ربما عندهم أشغال وبناءات ومتعطلين صحيح هما في علاقة بدارة التجهيز لكن شوفوا عندنا في المستشفى الجامع ابن الجزار بناءات منذة متعطل صحيح هو في مساعي لتحسين وتطوير الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية لكن بعض الأشغال طالت وشوف ان شاء الله ما تطيرش وشوفنا مثلا حديث وفيديو على القسم الحقيقة منذة منعش يسمو اللي يبنيو فيه توا وراء وراء قسم التحليل ايه هذيك كارديوريا اه معناها تعليقنا على حكاية الدواء قبل ما يترجع لسي محمد انا قبل ما نكون رئيس مسلحة لاني اشتغلت معناها لعشرة سنوات اشتغل في عشرة سنوات اشتغلت معناها في خطة مدير مستشفى وتطرح الموضوع هذي قدامي والدواء يتسرق خليني نوضح حاجة ناخذ الاذن مع انسي محمد نحب نوضح حاجة راه الكلام ينسر اماريا المون وتبعت اني وعملت حتى حلي في السبيتارات اللي اخدمت فيها في هالموضوع حظايا ونأكد لك معناها المعطيات التالية بي ثم اذا كان انت يجي تتلفت السبيتار تلقيه معناها اشتر الميزاني مثلا في المستشفى المحلية تقريبا خمسمية تلقي خمسين في المية من الميزانية لكلها استهلاك ادوية تقريبا معناها خمسين خمسين في المية استهلاك ادوية دونك معناها الميزانية متاع السبيتار تلقي خمسين في المية الكل الادوية وتوابعها جيكم وقت نقولك انا ملجيتش الدواء ولا انتم لا يسرقوا في الدواء وهزوا فيه اللي ديارهم وكذا حاب نوضح الرأي هذي راهو ثم اذا كان ملجيتش الدواء فسط السبيتار راهو فما في الفارماسي سنترال نجيبوا الميزانية مثلا نعطيك مثلا في دواء المعدة سيمو حامد تزيد ترح الموضوح هذي الفاموديين ما فمماش الفاموديين يسرقوا فيه وهزوا فيه هاو الدواء كيف وقت اش يتصير تبعث مثلا مية حربوشة يعطيوك الصيدالين المركزية يعطيوك خمسين بركة شنو تعمل انت هنا في بلاست انك يجوك ياخد فيه وشي ليو مرقاش يرجع خدوة النجم يلقاه النجم يلقاه ايجام الصيدالين المركزية راه وما فمماش اسبيترات ما ثمش مدير زملائي مش مدافع على زملائي ما ثمش حتى مدير ميجيه بوندو كوموندو نصح من الفرماسية وميصحش فيه وما عديش الفرماسية واذا كان ثم ريبتير راهي الريبتير تصير على المستوى منحة الصيدالين المركزية في التزود معناها على مستوى وطني وعلى المستوى معناها عالمي يجيبوا الدواء تلقى ريبتير في السطوك لاكثر والاقل دكتور محمد الرويس نحكي وبالبناءات وسيادت قلت نحب ان نتفرق بالبناءات وممكن نحكي وعلى المحل اللي بيبوحاج اللي يفترض بشي يصبح مستشفى جهوي نحكي وزيد على مشاريع معلنة على تحويل صنف باء وين وصلت للمشارع هذي يلجين بعض الاشغال اللي ما زلت موجودة ومتواصلة مثالك ما في مستشفى ابن الجزار بارك الله وفيك خلنا نرجع وهي اللي بيش نرجع له بعد صالح حتى في البناءات بالنسبة للأدوية الحديث هذي مهوش مش يمتهي اني منذ تخلت الصح عندي 30 سنة بس قطاع الحديث هذي موجود اني من هنا الاحديث ولا الاشغال بزيت موجودة سنة الاشغال مش نرجع لك الاشغال هذي مش نحكي على الأدوية شوية اني نشكر وزارة الصحة ولا رس سيد وزير الصحة في التلقيح التلقيح سهلة لنا العملية بمنظومة ايف اكس وبالايف فرماسيك وقع تنسيق ماليزي مالية الانتخابات وقع عملين دي كريتير وحتى حد ما لقح لم يجيها السماس ولا في طار حملة وبالتالي ما نجمش توقع عملية تشكيك في التلقيح ما تنجمش دوك شنو ولا نح عملية تشكيك في التلقيح ولا علمين بعدين ما وصلناش طبقنا منظومة الايف فرماسي على جميع المؤسسات الاستشفائية من مستشفى الجامعي الى اخر نقطة في اخر مسته مركز صحة اساسية في البلاد كنت فصل هنا تطبيق هذه تطبيقها نوليو نعرفو نعرفو بالضبط اختلا خرجوا باكو انا القام من معم يمشي للصيدري المركزي تاخذوا الدائرة الفلانية ياخذوا المريض الفلاني مسجل نعرفوه اخرج والمنظومة هذه تسمح لك باش تعرف الادوية بتاعك وين مشات وقتها حتى حد ما عادي نجم يتصرف خارج المنظومة كما اليوم كي تجي المدير الجاوي الصحة تقولوا منظومة عالمية رقمية نعرفو بالضبط ويتنا ونتمشي مدام شقد الاحديث هذي موجود والاحديث هذي موجود وانما راهي الادوية الغالية والمهمة والحياتية رامي تلقى في المرضى داخل المستشفيات وراهي الادوية الاخرى لتخرج خارج المستشفيات راهي نسبة اقل لو كان تشوفوا بنوز الزعر راهي استغلال الادوية في الصيدلية الخارجية ما يمثلش عشرين في المياه ميزانية الموسرة باقي كلهم راموا ياخذوا فان في الاقسام في البلوك سمح السيدلية متاع واحدة الاغالبة مسكرة معاش تعديده ديما ونبشي نشوفها مسكرة هالعوان مش موجودية لا لا يعني لا لا مش موجود تمت بيعطي وصفة يتعرض ثم السيدلية الداخلية وصيدلية خارجية ونشوف الموضوع دي ونبعث ولو التفاقد ونشوف يودي اسماني انا مفتوح على كل ملاحظة ولا ونزه احدا استفسار هو رو مجرد استفسار لتغش علينا ولا لنتغش بالكل اني انت في نهاية الامر انت لتستهلك في الواحد اني منتج وانت مستهلك اخي المنتجين يسمعوا المستهلك لانه في نهاية الامر يجلنا نسمع الناس اللي جينا ونحلوهم ونحلو ونحلو عينينا لانه مثل الشعب يقولك ياسين وحاج رفيد نحنا نحترموا مهنية الصحة ونقدروا مهنية الصحة وندفوا على مهنية الصحة واني نتبر راح يبون مهنية الصحة وانما اذا كان يغلط فيتحمل ثم مساعي ثم هدف او استراتيجي لتحقيق نسبة رضا اعلى من الخدمات الصحية لفقية المواطنين وايضا زادها لضمان استقرار الاطارات الطبية باش ما يخرجوش بسبب نقص المعدات ولا نقص التجهيزات تركتهم وزير الصحة القيرة وهن مش وزير الصحة فرح فرح بك سيد المدير الجامل السحة بالقرآن نعرف ربما الصلاحيات احنا ماذا بينا رو تكون ادارة جهوية عندها اكثر صلاحيات واكثر تصرف ذاتي حتى في المواد هذا موضوع وطني يعني عليش قتلك هذا موضوع وطني واني بالنسبة لي يشوف خلينا بور باش من نطوال عليكم برشة هناك برشة شيء هي مربوطة ببعضها وبرشة شيء كنقول الطب لو كان اليوم اني نحكيو فيها الانعاش الشروع بيناء قسم امراض قلب الانعاش انترق 2017 احنا الفين اربع وعشري واحد وعشري مزل ما تفعلش مزل البيت مشكلة برشة عوامل تتلاقى مبعضها يمكن تشوف التعقيدات هل هو تحت اشراف الادارة جهوية للصحة يعني سيادك انت المشرف على الاشغال انت اللي تراقب المقاول والثمجها اخر ما عنديش حتى الصيفة بشرق بالمقاول شوف المشاريع هذية نعطيك الخلاص مشاريع هذية تحال الى السيد رئيس المسجل الجهة او السيد الولي السيد الولي يأذن لدرجة هواية التجهيز لقيام الدراسات درجة هواية التجهيز تعين بوهندسين مش يقوموا بالدراسات تكمل الدراسات يعملوا الابل دافر يكمل الابل دافر جيل مقاول مقاول يراقب مكتب المراقبة وهو مكتب خاص ويراقب التجهيز ونحن كدرجة للصحة وكموسط الصحية نرافق المشروع ونعطيه المقترحات متاعنا اليوم كان جيت لدرجة للصحة عندي بناية فوق الدرجة في الطاقة الاول في الطاقة الجيوية ينجم قاول كنمشيل وقل تفضل شكون كنت اني بنسبة لي اتسلم المفاتيح عندي لدرجة جيوية لتجهيز تابع الدرجة جيوية مسلمة لمكاتب المراقبة خاصة تابع عنا مهدسين استشاريين هذا هو كيف اجتم المشاريع هناك تعقيدات كبيرة جدا في المشاريع الجيوية يعني من منبر هذه شكون نجم قول ندعيه السيد الرئيس المجلس الجيهوي بصيفته اذن بالصرف السيد المدير الجيهوي للتجهيز بصيفته والمشرف المباشر على الاشغال انهم يفتحوا الملف البناءات في المؤسسات الصحية ملف البناءات عمره لاتسكر هو ملف مفتوح السيد الوالي فهل السبع الشهرة اللي جيت فاهم من القروان برك عملت لذها جلسات على مشاريع المشاريع الصحي ويتابع فاهم منقبل واذا كان قمت اللجنة الوطنية لجيت لحل حل المشاريع المعطلة اذا كان قامت بزيارة فقامت بزيارة المستشفى الجمع ابن جزار وطلعت على المشروع هذي المعطل هناك كثير من التعقيدات هناك تداخل برشا شركات تداخل برشا اطراف لحقيقة ثم موضوع ثاني ما ننسو شي وموضوع مهم الجائحة متاع برشا اشي يعني احنا الطاقة متاعنا هكتشوف التدخلات الاحديد الاحصائيات الهرين السرائي والمرض الاكسجين جايحة كورونا اخذت برشا مكانية مادية اولا اخذت برشا وقت بزيت مستنزفتش القوة بزيت حيين القوة مستنزفش رب يحفظ هذا هو هذا هو ربما خاطر الوقت ضغط علينا دكتور ممكن نخطب بالقرارات اللجنة ثم شكون ابدأ عدم رذاب القرارات تم مواطنين او مجتمع مدني او حتى رؤساء جماعات محلية خلق الكل كنا ننتظروا من اللجنة انها تاخذ قرارات اكثر تشدد اكثر يعني حماية تسكير غلقة حد من تنقل كيفش ترون احنا بعد نقاش مستفيد بين مكونات اللجنة الجهوية المجمعات الكوارد احنا حبينا اجتعينا ببعضنا ونتحمل مسؤوليتنا كلنا في ذلك مرز سيد رئيس اللجنة وسيد الوالي وباقي عضاء اللجنة احنا حبينا القرارات تكون تصعدي اولا احنا كان عن هدف نحبو ناخذ قرارات وتنفذ نحبوش ناخذ قرارات لا ما تنفذش ما نحبوش ناخذ القرارات على الوراق نحبو ناخذ قرارات يتنفذ اليوم لاحظت اني يكون المقاهي ما فيه كراسي الداخل المطعم ما فيه كراسي الداخل هذا قرار متال الجهوية نوفي ذا طلع من بين القرارات نلف سيد منذوب التربية لا احترام الاجراء الصحية في المدارس لإتمام الامتحانات الوطنية أي مقتلا نسكروا البلدان نعملوا الامتحانات الوطنية ولا من نعملوش ثم تحدي تحدي اولا هذا القرارات التي تخذ تنفذ القرارات الصحية والمهمة لا هي مش تمشي في زوز ملاحي منح لول هو تكثيف التقصي والمنح الثاني هو حملت التلقيح ان شاء الله بالقرارات هذه تكثيف التقصي بحملة التلقيح بالمخبر اللجي برفري وان شاء الله الجاي حتنقص شوية وإحنا اللجنة الجيوية لمجتبات الكورث أني في اتصال بالسيد الولي يومي ومتعدد المرات تصل بعضها كل يوم 10 و12 مرة ونقيم في الوضع مع بعضنا وإذا كان تضرنا وإذا كان القرارات اللجاة ما وفقناش ليقاف الجايحة فتأكد كوني مش تطلع القرارات تصعديا واني نعتقد تكون القرارات تطلع تصعديا أفضل من كونك تبدأ بقرارات قوية برشا ومتلا جمس تنفذها وفي الأخر ما تطيش أكلها خلي هذا توجه اللجنة الجيوية لأخذ قرارات تصعديا وكاريته القرارات لمدة أسبوع عليش لمدة أسبوع أخرى فالسيد الولي طبعا سيقض لجنة أخرى ونأخذ القرارات اللي روها مناسبة للجيهة ولصحة المواطن وهدفنا لول والأخر هو صحة المواطنين هذا شكرا لك دكتور محمد الرئيس المدير جهة بالصحة بالقاير وانسي رضوين تيمومي كلمة الختام إذا كان عندك ما تقول ولا ما حبيت نشكركم على الاستضافة ومن منبركم من حي زمالي لكل العاملين في القطاع الصحي على التضحية الكبيرة وندعو المواطنين نزيد الاحترام معناه البروتوكول الصحي حفاظا على الأرواح هذا هو شكرا لكم ضيفان الكريمين سيد مدير جهة والصحة بالقاير وانسي وسيد رضوين تيمومي رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية بالقاير وانسي مصافحة يعني مستمعين حبينا ربما من خلال ضيوفنا نوجهوا الدعوة إلى كافة المستمعين أبناء القايرة والاحترام إجراءات البروتوكول الصحي لتطبيق إجراءات التباعد والوقاية باش نحميوا أرواحنا ونحميوا الناس اللي ينحبوهم ونتفدوا الالتجاه إلى المستشفى اللي شفنا أنه الصعوبات اللي يواجهوها شكرا وتقديرا للزملاء بذلك الحياة تفاهم أمنا بوخيد في الإخراج التقريم حمد قدح في الديجيتال وحمدي الزيدي في التحرير الصحفي نلتقي في موعد لاحق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر